وهنوالي حضراتكم برضو اتباعاً بآخر النتائج اللي بيتم إعلانها بشكل نهائي من قبل اللجان العامة في الدوائر المختلفة وهرجع أكمل مع الدكتور إيهاب رمزي وهيكون سؤال التالي إذا كنا تكلمنا عن موقف قامت في حب مصر ثم موقف الأحزاب المختلفة كتلة المستقلين وربما تكون هي كتلة برضو مؤثرة وكبيرة في سيناريوهين مطروحين إما أن المفاوضات بتاعت في حب مصر تنجح في استقطاب عدد كبير جداً من المستقلين لصلاحها أو لصالح اتلاف ما يسمى بكتلة الدولة المصرية أو أنه بعض الكوادر من المستقلين بيتحركوا دلوقتي أنهم يعملوا كتلة تضم المستقلين فقط لغير أولاً لابد أنه نفهمين أنه حتى الآن وفقاً للقانون أنه لن يتغير صفة الحزبية صفة داخل البارلمان المستقل هيظل مستقل داخل البارلمان ولا يمكن أن ينتمي إلى أي تحالف إلى أي حزب شكلي عمستوى الشكل وقال عمستوى الشكل آه وبالتالي النهاردة أنا مستقل ما ينفعش أقول أن أنا منضم من مستقبل الوطن حتى لو استخطبني مستقبل الوطن وبالتالي لكن الاتجاه العام الاتجاه العام هو ده اللي يختلف أنا ممكن آه ما نكونش منتمي إلى حزب لكن أنا مع هذا التحالف هذا التحالف بس التحالف ده مش يكون لي كيان يعني ليه مش يكون لي كيان يعني مش هنقدر نقول أنه له جوة البارلمان كيان يمكن أن يسمى بكيان معين ما ينفعش لكن قد يكون أن هذا التحالف تحالف من أجل الوطن تحالف من أجل عشان ما سديد وضح شوية حب مصر طرحين اتلاف اسمه اتلاف الكتلة الدولة المصرية ده شكل القانوني بالنسبة لحضرتك لا هو ما فيش شكل هو تحالف سياسي تحالف سياسي هو تحالف سياسي مش داخل البارلمان هيظل خارج البارلمان ما فيهوش التزام حزبي هو ده اللي عايز نقوله الناس وفي نفس الوقت مش هيبقى داخل البارلمان له كيان ونقدر نقول ممثل هذا التحالف مش هيبقى لي ممثل لكن قد يكون التحالف خارج البارلمان ونتطفق على العمل داخل البارلمان ماشي لكن مش هيجي يقول أنا فلان مستقل في التحالف فلان مش هينفع جوة البارلمان محدش هيسمى بكتر المسميات دي مش هتسمى داخل البارلمان البارلمان يعرف أحزاب ويعرف تكتلات هيعلن عنها دي بيعلن عنها من أيام الانتخابات يعني قايمة حب مصر هتظل داخل التحالف الكتلة مصرية خلاص مش هينفع إنها ولا تسمى بتسمية تانية ولا ينفع تستخدم تقول أنا جبتي ناس تانية ولا هينفع كلها ممثلين جوالبارلمان لا هيكون لها ممثلين جوالبارلمان لأن ده تحالف انتخابي تم في الانتخابات اللذي تم في الانتخابات هو اللي هيظل داخل البارلمان لكن زي ما بقول حضرتك بقى النهار ده حضرتك أنت مستخل آه ممكن تيجي معايا في ذات الاتجاه العام وإلي مصلحة الدولة أمين مفيش مشكلة بس يبخارج البارلمان طيب وفق التشكيلة دي والمؤشرات اللي قدامنا وإحنا بنتكلم على إنه واضح إنه محدش هيب عنده الغلبة أو السيطرة جوالبارلمان يبقى إحنا رايحين ناحية اتفاقات أو تحالفات بتاريخنا بقى العريض بتاع 9 شهور اللي فاتوا اللي كل الأحزاب قعدت مليون مرة مع بعض وكل التكتلات قعدت مليون مرة مع بعض عشان يعملوا قايمة موحدة هنا أو قايمة متفق عليها هنا وفشلوا هل ده شيء يبشر أو يطمئنك على مستوى التحالفات اللي يتم جوه مجلس نورب؟ شوفوا أولا حكا هو يعني أنا شايف إن هناك قاطرة هتبتدي تسير وهذه القاطرة هتسير وهيبتدي يعني زي ما نقول بقى إيه هتجر خلفها كثيرين وإحنا دايما مش على صراع يعني ما عندناش داخل برلمان ده مش هنشوف الصراع اللي احنا إيه متخيلينه لإنه أنا شايف إنه إنه محتاجين محتاجين ضوار التدريبين للفائزين الآن عشان العمل البرلماني مستهل والخبرة البرلمانية مستهل قد يكون بقى لو هناك خبرة برلمانية وهي القاطرة اللي بنقول عليها دي وهي هتسير ممكن إنها تكون هي القوة المحاركة لكثيرين وأنا شايف إنه يعني قائمة حب مصر فيها نخبة ومنها وزا ولديهم برضو من الخبرة من العمل السياسي قد تكون هي القاطرة قائمة حب مصر والإتلاف اللي معنا والإتلاف اللي معنا طيب بعض الأصوات بتتكلم علي إحنا عايشين في أجواء تكاد تكون داخل مجلس النواب ذات صوت واحد وده ربما يؤثر على أداء المجلس ومش في مصلحة الدولة المصرية أنا مع كثير مع الصوت الواحد ولا لا أنا شايف اللي وقية اللي أنا شايف إنه ما فيش معارضة قوية يعني ما عندناش المعارضة القوية حتى الآن جوة برلمان مين عندنا معارضة قوية جوة برلمان تأثير ده على البرلمان يبقى شكل عامل زي تأثير على البرلمان ده يعني أنا شايفه إنه الشعب لازم يسمع صوت آخر أيا كان وهو اللي هيقيم الأمر لكن تأثير على البرلمان ليس هو النمو اللي لا يحمل النموذج المعارضة المطلوب لإنه لابد أن تكونوا ليست معارضة شكلية مش المسألة اللي أنا أعترضه ده صوت ده كذا ولا فيها اعترض بذكرية عزم يعني لا براضح يبقى المشهد بتاع يعني 2010 و2005 والكلام ده المشهد ده ما ينفعش فقار إلا أنا شايفه إنه مفيش المعارضة الصوت القوي مش عاوزين نعمل مش عاوزين نعمل كومو فلاش يعني مش عاوزين نيجي في أمو معينا يطلع لتنين تلاتة ويقولولي لا أنا مش موافق مش هي دي مش هو ده الشكل اللي أنا تطبينه لأنك أنت الشعب ما بقاش يعني مش سهل إقناعه ولا سهل إجباعه يعني دي نقطة مهمة جدا الشعب عاوز نموذج للبرلمانات العالمية مش هيقبل برلمان 2010 ولا 2005 نموذج للشد والجزب هل خايف إنه الناس لو ما شلقيتش هذا الصوت المعارض جوه لبرلمان تدور عليه بره قد يبدأ نخلق زعامات بقى سواء تلفزيونية أو على سوشيال ميديا أو ناس عادة بره أو ناس عادة جوه ده 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 يعني أنا شايف إن المعارضة قد تكون من خارج برلمان وقد تكون مؤسرة على البرلمان مين قال إن الإعلام ما بيقصرش على البرلمان ومين قال إن الرأي الآخر حتى لو خارج البرلمان ما بيقصرش على داخل البرلمان لأن العاملين لأنه جميع الأعضاء داخل البرلمان برضو نظرتهم للرأي العام ما تفتكرش إنك إنت قاعدوا جوه البرلمان وحر جوه البرلمان لكنه مراك شعب الشعب ده أنت متحمل مسئولية أمامه وبالتالي إنه ما كانش أداء كافي الشعب مش غيرحم صحيح محكمة الشعب محكمة لا ترحم إذا كنا مركزين مع تحركات ما نسميهم الآن بالأغلبية لما قايمت في حب مصر من تشكيل هذا التكتل نعم الأول هيبقى مؤيد أو موجود بشكل أغلبية كان فيه تحرك على جنب تاني شوية من خلال النائب هاثم الحريري ومعه مجموعة من حزب المصري دموكراسي الاجتماعي لتشكيل كتلة المعارضة جوه البرلمان بدعم من كتلة الطير دموكراسي اللي موجودة بره البرلمان هل شايف إنه ده ممكن يمثل الصوت اللي أنت بتأمله أو يكون بلافس قوة العدل الدية وهم المعارضة لابد يكون لها فكرة وليها رؤية وليها برنامج المسألة مش إن أنا أكرار أعارضه وخلاص فيه فرق فيه فرق إن أنا إن أنا إن أنا أعارض ولكن لا ولكن لا أتحدى الموضوع مش مطلوب التحدي لكن مطلوب صوت آخر طيب العدل قد إيه وهل دولي هم برنامج ولا لا مهلاس المعارضة كبان الشعب يرى في المعارضة يعني لازم لازم المعارضة دي لها رؤية وحرك مش شايف إنه هي مسألة كوميديية شوية إحنا بحكة عن ثلاث أحزاب ليهم مقاعد كبيرة جوة البرلمان وبع ذلك مش قادرين حتى نحسبوه مع المعارضة رغم أن دورهم إذا كان الأحزاب دي كلها دلوقتي بنضم إلى حب مصر مين المعارضة هل المستقل هيبقى معارض هل المستقل إذا كان الحزب المفروض دوره المعارضة ويجتسعي ناحية تدول السلطة يعني يعني عاوز أقوله حاليك حاجة إيه مست الحزب عن المستقلين يعني لو ميت مستقل وحزب في عشرين الحزب بأقوى طبعا حزب بأقوى ليه الحزب بأقوى لأن المستقل ده مفيش قيادة ليه مفيش وقيا مفيش التزام حزمي مفيش تصور مفيش خطة مفيش برنامج بالذات مفيش برنامج ألا إنت بتقدم برنامج لمصر إنت عاوز الوقت برنامج للنهوض بالاقتصاد المصري لازم تقدمه لازم تقدمه تحرك المستقل لتحرك فردي لكن إنتاني تحرك حزمي مهما كانت خبراته إيه مهما كان مهما كان علمه إيه خبراته المشكلة كمان إنهنا فيه نقطة مهمة جدا إنهنا أول ما يواجه البرلمان وتحدياته عندنا أمري مهمين جدا في بداية أيامه الأولى ودي نقطة مهمة جدا لابد أن تحسب يعني ربنا يكون معاه في الموضوع ده القوانين أول حاجة القوانين التي صدرت من قبل ودي طبعا دي لها تخضب الشعب يعني دي تبصت لقى إيه القانون الواكم واحد لسنة 2012 القانون اتنين لسنة 2012 القانون 150 لسنة 2013 هتبصت لقى الموافقة عليه موافقة 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 طب هل ده المشهد ده تحد ذاته مش هيشبع الشعب رغم الدستور الدستور مدي توقيت مدي توقيت 15 يوم يعني خلي بلا خضراتك الموضوع ده بس في الغالة بما أخلصه في مين مثلا هو هيعمل البعلمان ده هيعمل إيه الشكل اللي تقدر تقري فيه فوق 250 قانون في 15 يوم إيه الشكل اللي انت بتخيله هيجي في في الجلسة العامة هيقول وقم القانون الخاص بكذا موافقون لا يقول موافقون خلاص أخبار ولو طلعوا مثلا عشرة ومش موافق طلعوا عشرين مش موافق الأغلبية موافقة خلاص خلصنا خبار حالك الشكل العام هي دي بقى بداية الأزمة الانطباع الأول كسر السقة حتى هي دي بقى المشكلة دي أنا بودوا خايفين منها دي الانطباع الأول يعني للبعلمان الأمر التاني اللايحة إذا تشتغب أني اللايحة دلوقتي وفقا للدستور البرلمان هو اللي يوضع اللايحيته وفقا للدستور فالبرلمان لازم يخوض معركة يعركة أول أول خطوة في البرلمان أول حاجتين مهمين جدا من بلدة نقاضه هيعملها إزاي يعني هي دي برضو أنا مش شايف شايف إن فيها أزمة يعني لازم إن أقلا نساعد البرلمان في الحيط دي إن فيها أزمة فعلة إزاي عنده اللايحة لازم يعني يصدرها هو اللي يصدرها وبعد كده البرلمانين العضاء كلهم يوافقوا عليها عشان يقدر يشتغل بها عشان يشتغل بها وفي نفس الوقت عنده في خلال 15 يوم يقر يقر فوق 250 قانون هل هم اللي لازم يحطوا مواد اللايحة ولا ربما يكون فيه لايحة أنا هقول لك بس الفكة مش هزاي خليها معدى هل يلوقت إعدادنا اللايحة دلوقتي لكن لازم تتناقش وتوافق عليها لازم تتناقش فتتوزع على 60 عضو بردماني محتاجين سنة وبعدين كل واحد يقول اعتراضاته كل واحد هيقوم يعلق هيعلقه مثلا في اليوم 50 هيعلقه في اليوم 50 عشان يعلق في اليوم 50 لازم اللايحة ديه تقار أول بداية العمل لازم تقار قبل حتى من أشترقاني طبعا يعني فيه 3 أيام ممكن يضيعه أصلا من 15 يوم دا لو اللايحة جاهزة ومعلاهاش اعتراضات كثيرة ومعلاهاش تعديل لكن لانما نشوف العمل داخل البرلمان هيبقى فيها تعديل حتى كمان تعديل مؤية في اللايحة وبعدين اللايحة دي لازم تكون متابقة للدستور ومتابقة لاختصات البرلمان الجديد يعني يعني أنا ما عندناش تنظيم داخلي البرلمان يقول اختيار رئيش الحكومة من ازاي ما عندناش حية تنظمها هنا موجودة في الدستور طب ازاي هم موجودة في الدستور مادة عامة لكن بدون تفاصيل بدون تفاصيل فلازم قانون اللايحة وتصدر بقانون واللايحة دي تصدر بقانون لابد تنظم كل المسائل اللي وابد في الدستور تنظم سلطاته ازاي اسحب السقة رئيس الجمهورية ازاي اسحب السقة من وزير ازاي ازاي اقدر ان انا مناقشة في الموازنة العامة تمشي ازاي كل الامور دي لابد اللايحة تكون جهزة طب اللايحة فين دلوقتي البرلمان قدامه قد ايه ومين عملها مين هيعملها خلينا يا جماعة خليها جهزة هتتناشي ازاي وامت لا هي تم اعدادها الاول ولا ومين هيعدها في كلام على ان في كزا اللايحة امين احنا عاوزين دلوقتي يبقى من ضمن النهام الخارجية دلوقتي عشان البرلمان يمشي بسرعة ما يتعثرش في بداية اموره انه لازم اللايحة تكون جهزة طيب يا حم نتكلم دلوقتي على مشكلة تخص القوانين مشكلة تخص اللايحة ثم مشكلة اهم وهي طبيعة التكتلات اللي هتبقى موجود دلوقتي والبرلمان والتلاتة دول لازم يتموا تقريبا بالتوازي وفي زمن واحد وفاقت واحد ايهما اصعب دلوقتي او ايهما لهم الاولوية الاولوية القوانين دي لازم تتاخد في خلال 15 يوم مشكلة الشكل اللي انت حضرتك شايفه في البرلمان ياكتب دا لسه العضاة البرلمانية زي اللي داخلين جامعة جديدة اللي داخل جامعة جديدة او داخل وظيفة جديدة دا عبال ما يعرف حقوقه واجباته حقوقه واجباته دي جزء جبيه ملوش خلفية قرونية عبال ما يعرف حقوقه واجباته ياخد وقت ياخد وقت يعرف ازاي ياخد اجراءات مثلا طلب احاط ازاي يعلق ويبدي رأيه يعني الخبرة الخبرة دي الخبرة اولا اول حاجة اقول لك حاجة لما بتيجي بتقيد اسمك وخلاص وتبص مفروض ان المجلس الشعب كان بيسلمنا مجموعة كتب بينها اللايحة فإعنا قبل بداية اللاقاد بتقبل اللايحة عشان تفهم الامو مش ازاي رباني لايحة يديها ومطالب الاول يحط لايحة وفك قوانين مش مفهوم وليس بعد كده قبل قوانين ما ينفعش قبل قوانين ولايحة عنده مش موجود احط جنب الثلاث ازمات دول الازمة الرابعة المتوقعة المتوقعة مسألة الشكل عندك البرلمان بقى المسألة مسألة شكلها ازاي انا شايف زي ما بقوله حضرتك غياب الخبرة البرلمانية كبيرة في المستقلين في المستقلين يقولي الاحزاب هتقدر انها هي تدر يعني تدي خبرات للاعضاء بتوحها وعندهم جهاز فني ممكن يعاون الاعضاء بتوحها لكن المستقلين وهو عداتهم اكبر مستقل عداتهم اكبر مين القادر على تدريب هؤلاء ادارتهم واحتواءهم بالزبط كل واحد بقى بعيد كل واحد تبص في شتات الى حد كبير الى حد كبير لابد يكون في تكتل هذا التكتل لابد ان يتعد اتسلس عشان تقدر تحتوي اخبرة حضرتك مش عاوزين التكتل بتاع حزب الوطني مينفعش الشكل ده مش هينفع تاني قلاص لكن فيه تكتل معاه السلس او يقرب من النصف هذا التكتل قد يكون ده هو ده الصحي ده هو ده بقى التكتل الصحي وده لابد يسعى لالوقت عشان يقدر يسيطر على الخلافات اللي قد تحدث نتيجة المناقشات ونتيجة اختلاف الاراء بنسبة كان ممكن ينجحوا في ظل الخلفية القديمة اللي انا حكيتها لحضرتك خلال تسع شهور اللي فاتوا وفشلهم في وضع قايمة موحدة هو المستقلين المستقلين جزء بينهم سهل استقطاب يعني مثلا مثلا يعني بس السلام في عكاشة والساس موطلة منصول والساس والسلام الشيخ والسلام دي ناس وطنية برض مش زي ما انت فاكر انك انت بس هتلاقي ناس دي لا هتلاقي متجه الاتجاه اللي هو دحو التكتل اذا كانوا هم اصلا قبل دخول البرلمان كان عندهم بعض الملاحظات والتصرحات اللي بنتقض فيها كانت في حب مصر او مصر او مصر او غيره هو ممكن هوش انضم المصر احرار اما اتكلم على حتى التحالف هو التحالف وممكن هم يقودوا تحالف يعني ممكن يقود تحالف جوة برلمان تحالف مستقلين تحالف مستقلين طيب ده يرجعني برضو الازمة الرابعة اللي هي اذا كنا شايفين انه اللي يحصل فيه ترتيب القوانين او اللوايح او شكل ترتيب التكتلات هاي دي انطباع ربما يكون مش سريع ومش كويس لدى الناس على البرلمان شكل المعركة بقى بتاعة رئاسة البرلمان اللي بدأت وفيعه كاشا مبكرا وهو بيعلن نتائج الفوز بتاعته وقالنا رشح نفسه للبرلمان في الصياق بقى العام بتاع الخناء اللي عيمة ما بين التعرض بالامتقاد للمصرعات لمنصور اللي ربما ربما يعين والتعرض للمصرع احمد للزند والخناء اللي بدأت بدري بدري خناءت بقى كرسي رئاسة البرلمان دي شايف حالك ازاي انا شايف انه رئاسة البرلمان يعني معلش العضاء احنا كلها من حبل استوفيق وكاشا انا من عشاق لكن حالك لا بس انا من عشفوش فؤسة البرلمان لكن انا من عشفوش فؤسة البرلمان طبعا هو يشح نفسه ماشي لكن الاعضاء برضو اللي هو البرلمان ما اعتقدش انه حييفوز برضو لانه الاتجاه العام البرلمان لابد ان يكون لي خلفية قانونية يعني يعني الاتجاه العامي مش عاوزين نموذج الكاتاتني اللي مسك اللايحة وعمال حاي سلايس يعني ده انت لو يجعنا بالفيديوهات بتاعت المجلس اللي فات هتلاقي ان الكاتاتني كان بيغير الموضوع ويغير التصويت عشان وحد يشاوله من تحت وقاله لا مش هينفع او مش دي اللي في اللايحة مش دي اللي عدك فيقوله قدم لي طلب فيقوله قدم لي طلب وبعده ما قدم له طلب يكتب ورقة كده حضرتكو بس احنا كده في البالران فكنا شايفين فكان ايه يجي ورقة كده من تحت تقلع له فهو يبعث ورقة تاني يقوله ديه للرئيس الكتلة فلان فيديله فيروح يقوله ايه قدم لي طلب قدم لي طلب وحما قدمه طلب دلوقتي وقاله هو الصرفة تقدم النائب فلان فلان يبطلب كذا واحنا مش حمله ده على الوقت فنعيد التصويت يعني اخو ده حاجة ده كده بيعملوه في قانون القانون بتاع اللي هو المنع العزل السياسي فكانوا عميرهم القانون العزل السياسي ده كانوا بيغيروا الاتجاه العام بصفة عامة اتجاه العام في زب في عشر دقايق رغم ان احنا عندنا رئيس برلم لان عندنا رئيس برلم هو مش عارف حاجة وبعد كده هو مش عارف اساسا يديل المسألة ومش عارف سلطته ايه فلما جيه واحد قاله ايه يا فندم احنا ممكن نغير بعد ما عادوا التصويت قالك في باند معين مثلا قال له عادوا التصويت على انه ما يكونش وزيف سابق من دمن المعزولين ما يكونش وزيف سابق فاكتشفوا ان في بعض الناس اللي هم عاوزينهم كان وزيف سابق فقالك لا نغير فبعد ما صوتوا عليه قاله طب اغير ازاي يعني انه كادتني نفسه فشاوله وقاله اغير ازاي فقاله هلكتبك طلب فحكتب طلب وقال بتخدر فلان فلان بعادوا التصويت فعادوا التصويت فخلال عشر دقايق ده يا خلينا اسألك يوقح انه الجلسات بقاعة البرلمانة جاءت تتزعى الهواء يبا لمكناش بقى واحد خلفية قانونية والليحة لما تقى الليحة وعارف حقوقه واجباته وضمانات وضمانات كله نائب شاكله ازاي هو ده بقى الكلام بقى عشان يبقى بقى يبقى البرلمان منضبط من عشان بقى الناس بقى تضحك علينا بقى خلاص ده يا خلينا اقولك هل تبقى يعني مؤيد انه يتم ازاعة جلسات البرلمان اللي جاي طبعا انه حكم الشعب مهم حكم الشعب مهم والشعب عنده فضول حقيقي في الموضوع وبعدين الشعب كان بيستمتع بالنجلسات البرلمان وكان بيتابع زي وكده ويتابع عشان تكورا رغم ان التجربة بتاعت البرلمان الاخوان كانت بأسرة بشكل سلبي هي السبب في حكم الشعب على البرلمان وكان احنا 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 انت حريك متعجل بحكم الشعب على البرلمان لا لا ده مهم ده محكمة الشعب محكمة الشعب على الرئيس محكمة الشعب على البرلمان محكمة الشعب على الحكومة لأمور دي كلها مهمة جدا والاعلام هو فديته وإيه بالنسبة للحكومة والرئيس الأنام دوره أنه هو القناة الشرعية ما بين الشعب والرئيس وهو ده اللي بتظهر العمال مواصفات الرئيس البرلمان اللي حراك شايفه مناسب لهذه المرحلة شايفها مكالكعة ومكاركبة بالقوانين مواصفاته إيه؟ مش هقولك اسمه حد لا مش مهم اعتفيش معنا اسمه أول حاجة له دراية قانونية وخلفية قانونية وجاي من مرجعية قانونية ولابد أنه هو يكون على عمق مش مشتغل بالقانون وخلاص لابد أن يكون له عمق في القانون يعني بعد احترام الدكتور فاتح أستاذ قانون كبير كان يعني بغض النظر عن سياسة صحيح طبعا لكن أراجل أستاذ قانون كان حتى كمان اللغة اللغة العربية كان يقف على في اللغة العربية هو يعني عمزة أقول حددك بغض النظر عن سياسة واتجاهاته وتأثيره وخلفيات الأموم دي كلها لكن هم نتكلم عن أستاذ قانون لابد أن يكون رئيس البولمان أستاذ قانون ما ينفعش أنه إحنا في مصنع القوانين واجيب واحد مش مشتغل بالقانون أو واحد علمه بالقانون سطحي جدا ما ينفعش القانون مش هيخرج منضبط أنا عاوزين قوانين منضبطة طيب داخلني أسألك من الأسماء اللي نجحت في المرحلة الأولى وحتى هذه اللحظة هل شايف اسم منهم يبرز الموشحين الفائزين ولا واحد ولا اسم ولا واحد حتى الاتنين اللي رشحوا أو أعلنوا ترشيحهم سواء مرتبطة منصور أو التوفيع وكشف لا يا فنم حضرتك احنا بنتكلم عن طبعا التقسس مرتبطة منصور وله خلفية قانونية لكن ليس هو العمق القانوني المطلوب في فرق العمق القانوني المطلوب لرئاسة البرلمان طيب مش شايف عنه حاجة يعني مش عاوز أقول خيبة لكن سلبية قوي في كل الفائزين مفيش اسم يبرز تراءن ويصلح يعني حضرتك مين أستاذ قانون موجود في الفائزين يعني من من أستاذ قائز جماعة عميد كلية سابق قائز قسم سابق حاجات دي كلها دي مسألة دي حتى ليه ثقة السياسي لأنه لازم يكون له ثقة السياسي يعني حتى لو ما له ثقة السياسي حتى لو ما خدش العملية الانتخابية مش مسألة مش مش هي دي المشكلة يعني محتاج خبرة محتاج خبرة قرونية كبيرة تبدأ ياخدني للنقطة الأصعب خنائة المعينين دلوقتي في ملاسنات حصلت في الـ 24 ساعة اللي فاتت ما بين قانونة حب مصر اللي هو سامح سيف اليازل وما بين أنا كمان مش عاوزين نتعيين ثم طلع بطوع قائمة حب مصر الدكتور عبدال مصطفى وقال نحن كمان بنرفض التعيين بينما في أصوات تانية بتقول أنه الرئيس لابد أن يختار مجموعة من الشباب والأسماء المحسوبة على طيارات سياسية معارضة لكي يحدث توازن أنا شايف أن التوازن مطلوب العابة بتعيني العابة بتعيني مش أنه أنا أجيب ناس تناصر الرئيس يعني أو هي تكون في اتجاه الرئيس لا 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 العابة ليه إحنا سمحنا للرئيس أو مش إحنا سوريا المشارع سمح للرئيس أنه هو يختار في الأول كان يختاره عشرة الوقت يختاره 27 الموضوع ده عشان يقدر يحقق التوازن المطلوب في البرلمان يعني مثلا ما عنديش خبرة قرونية موجودة في البرلمان يبقى من خلال التعين أجيب الخبرة قرونية مطلوبة ما عنديش خبرة في مجال السياحة في البرلمان وأنا محتاج عندي وانا محتاج عندي غرفة سياحة موجودة في البرلمان لجنة سياحة موجودة أختار من أحد أختار من أحد ما عنديش حد ممثل لحقوق الإنسان وأنا عندي لجنة حقوق الإنسان موجودة في البرلمان اختار لي أحد يبقى هنا الاختيارات هنا مفروض تبقى الاختيارات إيه مش اختيارات عشوائية مش اختيارات تناصر الرئيس مش اختيارات تناصر القائم بالترشيح مش هو ده لحد عاوزينه هنا عاوزين سد العجز والفجوة ما بين ما أفرزه الانتخابات وما بين احتياج البرلمان فيه هناك فجوة وعجز هو ده بقى اللي أنا أسده بالمعينين النهاردة دلوقتي الانتخابات أفرازت موشعين طب موشعين دول فيه منهم عندي خبراء في مجالات معينة أنا بحتاجها جوه ولا ما عنديش مثلا محتاج خبير في الأمن القوم محتاجه مثلا طلع في الانتخابات حاجة كده حد كافي خلاص خلاص اللي ما عنديش أقدر إن أنا أجيبه بطريق التعيين إنه خلاص ما قدرش يخوض العملائي الانتخابية فيه ناس خبراء كثير قوي أنا همش إشعبية في الشارع من ناس ما تعرفهمش بس أنا بحتاج الخبرة دي فهو ده الهدف من المعينين لابد إن أنا منيجي نقول المعينين أجيب عاوز معارض لما عنديش معارض أجيب معارض بنسبة دي بقى من ناس يعني ما يعني ما ما هو أنت إنت عدد لك دي ما أنت المعينين كلهم لورة 27 نصهم مرأة فأنت من زي ما أنت أفاكر إنك إنت عندك يعني ومشرك لما لو مشرك يعني شايف المسألة المعين مش هتكون مؤثرة قوي في تغيير تركيبة البرلمان حتى لا أنا عاوز المعينين أنا برد أقول المعينين لابد إن هم يعني هدف منهم مش إن أنا أجيب حد ينصرني أجيب حد يكمل البولمان يعني يكمل العجز يعني تقعد تشوف إيه النواقص وتقرر أنك تختار على الأساس أنا محتاج معارضة عاوز معارضة محتاج ناس خبرات في مجالات معاينة أنا محتاجها محتاج شباب ما فيش شباب مثلا محتاج شباب أجيب شباب محتاج زيادة مرأة أجيب زيادة مرأة محتاج ناس في الأمن القومي أجيب ناس في الأمن القومي يعني فيه أموم معاينة أنا محتاجها إذا كنت النهار ده أنا عندي عدد شباب أولئي ولكوتة الشباب غير كافية وشكل البرلمان من غير الشباب بالطريقة دي أو عاجز الشباب لا أقدر أجيب أعين الشباب سواء من المرأة أو سواء من هل في أسماء معاينة في ذهنك من المعارضة شايف إنه ما كانها الطبيعي يكون جوه البرلمان في الفترة اللي جاية تثبت الأداء بنسبة تخص إنه أعداد الأصوات المختلفة قليلة أنا شايف إنه كل الناس الذين رشحوا للرئاسة الجمهورية ولم يفلحوا مفروض يكونوا في القلمات وده الشكل صحي في المرحلة الأخير في المرحلة لو حمدين صباحي ليه أمو اللي رشح قبل كده مع عم موسى عم موسى يعني كل الذين يعني شاركوا ولم يحرفهم الحظ في النجاح في أين كانت الأمور بغض النظر يعني مثلا فيه مغفوض إنه هم يزين بيهم البرلمان لأنه ده شكل مطلوب مين قال لنا عم موسى مثلا السؤال عم موسى أين كانت الأمور معدوش خبرة تضاف للبرلمان مين قال لنا حمدين صباحي معدوش خبرة ممكن تضاف للبرلمان وما لتفسر بإيه التصريحات اللي واسم عسف الهزل تجاه حمدين صباحي أنا شايف إن المسألة دي فيها استفساز مش مطلوبة دلوقتي إحنا محتاجين تكاتف شعبي إحنا محتاجين إنه لا نستفز كل واحد لا نستفز المعارض طيب إذا كان قائد الكتلة الكبيرة جوها البرلمان بيستفز المعارض اللي هو بيحاول إحنا مش عاوزين كمان الشازل تاني مش هو ده مش هو ده الضوء يعني أستاذ السؤال السؤال في الهزل لابد أن ينظر إلى برلمان صحي برلمان يجبع الشعب مش برلمان سعلي السيطان مش برلمان سعلي السيطان أنا مش جايب اللي هو سعلي السيطان علشان يسيطر على الأغلبية مش هي ده المطلوبة مش هو ده ولا تراشق الألفاز دي يعني المسألة يعني المسألة الحرب الحرب اللفظية اللي احنا فيها دلوقتي دي دي مش مطلوبة دي معناها دي تزيد الفجوة تزيد الانشقاق فيه ما توصلش المعارضة إلى التحدي لو انت عندك معارضة لكن ما عندكش تحدي ما عندكش كوت لا تتحداك انت عندك معارضة ده 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 أمر طبيعي انه لابد ان يكون المعارضة لا نقف ضد المعارضة احنا لا نقف ضد المعارضة احنا نقف ضد رأي المعارضة واذا كانت رأي المعارضة صحية فنقف مع المعارضة المسألة مواقف مش احنا نيجي في الآخر ونحدث انشقاق وفجوة كبيرة ويصبح المعارضة ونصب المعارضة إلى حرب انا مش عارزين كده ماهو 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 كل الاحزاب في العالم هزب الاحزاب في العالم الهزب اللي اللي بياخد اقلية في البرلمان يبقى قد يكون معاوضة لكن ما يبقاش متحدين لبعض مش خنائة هي ايه مش خنائة ومش بدايتها كده كمان ولا نهايتها تأثير كل الكلام ده على شكل البرلمان على المواطن اللي قادت في بياته وشايف الراجل اللي المفروض بيكون هو قائد الكتلة الكبيرة جوه البرلمان بيتحدى واحد من رموز المعارضة اللي ابدو حسن وايه في التعامل مع دول المصر الا افشل برلمان 2010 والا افشل برلمان 2012 الرغم في السطوة الا افشل برلمان 2010 امرين فيش معارضة لما واحد سيطرت حزب على حزب كامل على البرلمان واحساس الشعب الحاجة بها الاخيرة احساس الشعب انه مش مشارك انت لابد انك انت الشعب يشعر بالمشاركة والشعب مش جاي تفارك تماما مش جاي تفارك لابد انك انت هتشارك الشعب في صناعة القرار طيب النهاردة انت عاوز الشعب كده يتفارك على صوت واحد هو ده اللي هيرضي يعني هو ده اللي احنا في الاخر وصلنا له بعد كل الانتخابات دي كلها وبعد طول انتظار البرلمان وبعد اكتمال خريطة الطريق واكتمال الدولة احنا مش لوحدينا في المصر احنا مش بمثل لوحدينا عن مصر صحيح انا لازم نفهم كويس قوي انه حتى كمان شكل البرلمان ده يبقى العالم كله ببص علينا العالم كله بيشوفنا يبقى احنا لازم نظهر للعالم كله نظهر للعالم كله انه احنا عندنا صورة ديمقاطية حقيقية في حالة اسمها ديمقاطية فهاش معارضة فبلاش تقفل الباب في وش الناس وبلاش نصل نصل للتحدي يعني انا مثلا موضوع سامح سفر اليازة اللي هو احتفاظ الألقاب يعني وتهاني الجبالي هل ده أم المفضل موهم كلهم 36 وكلهم ناس كان ليه ضروا كان ليه شارك وشارك في الصور انت بتأكد ان احنا أحباء قبل الحرب قعداء حينما نصل لمرحلة الغنام هو ده هل ده هل ده انجازات 36 مش انجازات 36 تشويق للصورة بالزبط تشويق متعمد الحقيقة يعني مش هو ده هل ده انشقاق لـ 36 هل احنا وصلنا الوقت انشقاق لـ 36 هل ان الوقت الدولة قاسرة على فاة أو يعني أو جماعة معينة هما دلوقت هي ده دولة ليه بقى بتاعتهم وحن نقولون الوقت بقى بقاش وطنيين بقى اللي داخل برداران هو الوطني واللي بقى برداران مش وطني هذا ده مانطق مثلا هل الفائز هو الوطني والغير فائز غير وطني اللي يسمع كلام الأغلبية هو الوطني والباقي لا مثلا ولما كناش احنا نرضي الأغلبية يبقى خلاص يبقى احنا كده هو وطني هل هنشاكك في وطنياتهم ما ينفرش الكل ساهم والكل اللي كان له دور وكل اللي هو دور في بناء الدولة انا بقى برلمان انا بقى برلمان وزي زي الجوة برلمان انا حضرتك انا النهاردة اقضى اقول رقي وانا بقى برلمان قد يكون مؤثر على جوة برلمان صحيح فالمسألة مش مسألة احنا مش عاوزين انشقاط في الصف يعني ومش عاوزين كلها صف واحد ما بين اسمين مرشحين للتعيين علشان رئاسة البرلمان المسألة رحمة الزند والمسألة عادل منصور وبعد حفلة هجوم شرسة جدا ضد المسألة عادل منصور ايو ما اصلح اني وجدت نظرك ولا في عندك شخصية تلتة هتماني انتم التعيين فيه نقطة مهمة جدا قانونية تحكمنا بقى في الموضوع ده انت المسألة عادل منصور اصدق قوانين اصدق قوانين البولمان هينقشه وهيقول اه عليها او لا طب ازاي وهو يعني خلينا وقعين بس قانونيا او روح القانون حتى لو فيش نص يخالف هذا الامر انا اصدرت قانون اخش جوة البولمان اصوت عليه اخون الخصم والحكم يعني حتى كمان يعني انت رأس البولمان طب الاعضاء دول برضو تفتكر هتبعدنا من الاعضاء اللي هو يقول لا على القانون هو اصدر هخلينا برضو وقعين يعني لابد ان المسألة في يوم الايام كان رئيس للدولة كان رئيس السلطة الفيزية يعني خلينا برضو وقعين برضو الامور دي مش يعني خلينا ننظر لها بعد تاني عشان مرباش احنا عاوزين عاوزين شكل مردي ومشبع للجميع مش انا اجيب هو انسان عظيم انسان عظيم وانا شايفه انه من افضل وقساء مصر لجوم واوجز في فترة وكان صاحب الاستقرار لكن عنده مشكلة اساسية تتعلق بانه اصدر قوانين اصدر قوانين كتيرة البرلمان هي نقشها طب ازاي ازاي احنا عندنا عندنا في القضاء القاضي الجزئي لو اصدر حكم وتركه وبقى جزء واستقنافي ما انفعش ينظر الاصدار وهو قبل كده ينظر الاحكام يعني تستقنف امامه ما انفعش حفاظا عن الحيدة المطلوبة ده جزء ده رأيينا بالكلب عن الناحية القرونية ولا تعليق على شخص الشعب المصرور حسناك عمد اعتراض على النقطة واحدة تخص انه اصدر قوانين ما انفعش وجوه البرلمان او غير اللائب وفي ذات الوقت في ذات الوقت كان رئيس سلطة تنفيذية ازاي افصل مباين السلطات السلطة التشريعية بتراقب عمل سلطة تنفيذية طب انا كنت رئيس سلطة تنفيذية وليه قوانين وليه قوانين انفعلها بقى برئيس برلمان ورقع السلطة التنفيذية اللي انا كنت فيها يعني برضو خلينا وقعين طيب ده المصرور عدل منصور وروح للإسم التهيني هو مصرور احمد الزند المصرور احمد الزند له خبرة قرونية جبيرة ما طبعا يعني دي مش موجودة في مصرور احمد الزند لكن ليه برضو تعليق انه جاي من الحكومة يعني النهار ده هو وزير وقبل حضرت يعني النهار ده هو وزير وكان انتمائه للحكومة في فترة وجيزة يعني ما فيش فترة حصلت معاش سنتين مثلا في البيت معاش سنتين في البيت ما اشتغلش بأي عمل ورجعش للمنصة القضاء تاني فبينقول من الكرس ده الكرس ده رغم ان انا اشعر يعني انا بحب هذا الرغم على المستوى الشخصي وخادره جدا وله ضر عظيم جدا في محافة الإرهاب والإخوان كان ضر عظيم جدا وكان يعني كان مصر كلها كان لها ضر عظيم في محاربة الإرهاب والإرهاب كان رجل كان شهيد تحت الطلب يعني شو بقى الحركة واطلق عليه نيران وابينج لكن في نفس الوقت تجيب من الوزير على بأس البرلمان طب في بعض الناس كابتقول ان المصرعد لمنصور لو ترقص البرلمان يستطيع حين وقت مناقشة القوانين الأصدر ان يتنح عن هذه الجلسة ويترك الامر الوكيل للبرلمان هل ده جائز في القوانين أو اللاقة؟ هو يعني هو جائز بس هو هيتغيب تعمدا وابعدين هيقود ده الجلسة وأحد الوكلاء يعني مثلا تعمدا الموضوع عشان نعالج يعني هل بص مسلا مفاشي طب ادينا بقى اسمين كده يعني ادينا اسمين كده برضو نصح صح الناس لأنه الدائرة مقفولة وخصوصا بعد الترشعين الاخرين بلد تاخد شكل هزلش مهنا الوقت ما عنديش منتخبين لا اسمين تنصح الرئاسة بتعيينهم في البرلمان لان احدهما ربما يكون رئيسا لهذا البرلمان يعني حضرتك انت انا بغضي اسألك سؤال انا رأي انه لازم يكون خلفية قانونية انت معي متفق معك متفق تماما في خلفية قانونية يعني انا عندنا اسادة جامعة كتير جدا وعندنا واساء جامعات كانوا موجودين ولهم عمق القادوني وتاريخ في القادوني عظيم جدا انا مش هاوز انا اقوله عشان انا الفكر المسألة دي مسألة يعني محرجة ليه محرجة ليه طب تعال ان لعبه لعبة تانية طلب من الدكتور ايهاب رامزي انه يرشح عشرة للتعيين في البرلمان تعال نكتب اسمها مع بعض دكتور حسنين عبيد دكتور حسنين عبيد كان نايا بقيس جامعة القرآن سابق واستاذ القانون الجنائي انا بحقيك على الاختيرة اولا مين تاني هو بلا حاضرك الدكتور محمول ساق وكان نايا بقى رامان قبكت لمدة ساعات واعتقد انه نجح في مدة ساعات دي اكتر من نجح كتتني الحياة طول الوقت يعني مثلا انا بكلم حضرتك على يعني مين تاني اساذة القانون بالصفة عامة يعني بكلم حضرتك عندنا ناس في العمل القضائي مستشارين سابقين في العمل القضائي لهم تاريخ يعني مستشارين واسق محاكم نقط لهم تاريخ وعتفتكر دي مصر يعني دي مصر غنية جدا احنا عندنا فقهاء القانون بتوعنا فقهاء القانون بتوعنا ارتبهم من المرجع الحياة مرجع في كل الدول العربية وفي الأجدبية وعتفتكر حضرتك ان احنا يعني لا دي احنا مصر اسادزة القانون انا 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 تعلمت المصرشاف الدكتور وحيد محمود دي كان رئيس محكمة السنان في القاهرة من عشر سنين واستاذ قانون جنائي عظيم جدا انت لا تتخيل انه الناس دي قامات كبيرة قامات كبيرة في العمل القانوني الاستاذ الدكتور قرشف شمس الدين استاذ رئيس قسم القانون الجنائي في جامعة بلها يعني عاوز اقول حركة ودول وقلاء كمان يعني انت حركة الاصغر سنن يصلح كوكيل مجل الشعب ينفعش جيب وكيل مجل الشعب برضو مش قانوني انا حاسس بواجعة كنت بتتكلب على الحدودة بتاعة القانون علشان خبرتك مع برلمان 2010 يا ازاي اجيب واحد في الكيميا عالم من كلية الزراعة واستاذ في كلية الزراعة اجيبه واستاذ حضرتك الناس الكاميرا ما كانتش بتجيب حاجات كتيرة الكاميرا ما كانتش بتجيب حاجات كتيرة ارجو كل مرات يا جماعة قطروا الكاميرات عشان نشوف الحاجات اللي شافع الدكتور لا تتخيل لا تتخيل انه انه طلع واحد اللي فاكر انا في التصويت بتاع قانون العزل اتغيرت في عشر دقايق في عشر دقايق التصويت وقلبوا اتدفة وطلعوا لفوا على بعض طلعوا لفوا على بعض قالك لا التصويت جايد نقول لأ وكده في الاول كانت التصويت قادر نقول اه وايه واتخالوا حالاتكم تشوفوا ملامح ملامحهم وإشاراتهم لبعض في الجلسة سوق طبعا وشوفوا خداءاتهم وشوفوا وشوفوا يعني لما كانوا يجيبوا اسماء خضاء في وسط البرلمان باشخاصهم والبرلمان يحمل خصومة شخصية مع شخص مستشارة هالي الجبالي جابوا اسمها في البرلمان متمرة يعني مستشارة هالي الجبالي جابوا اسمها في البرلمان متمرة خضرتك تعال هشوف كانوا عاوزين يعملوا ايه في قدور السلطة القضاية نتمنى ده ما يحصلش يعني الدكتور هاب رمزي بيرشح لنا الدكتور حسنين عبيد والدكتور محمود الساقة والدكتور عبد الرحيم محمود والدكتور أشرف شمس الدين دول ترشحاته للتعيين اللي هو شايف انه ربما واحد منهم يصلح انه هو يكون رئيس البرلمان الجاي في ظل اسراره من خلال تجربته في برلمان 2012 برلمان الاخوان انه لابد ان يكون رئيس البرلمان عنده خلفية قانونية قوية علشان نوفر على نفسنا مسافات خلينا اقول لحضراتكم برضو شوية نتائج كده بسرعة في دائرة ويسنا وبركت السبع مليجي فتوح واحمد رفعت بالترتيب كده وهشام عبدالواحد وعسمة زايد مع حفظ الالقاب طبعا وفي شربين اهلية دائرة شربين اهاب السلاب ثم فوزي الشرباصي وفي دائرة تلاء والشهداء محمد انور السادات ثم عبدالحميد الشيخ ثم ابراهيم خليفة وخلينا برضو نرجع اقول لحضراتكم انه من برضو ابرز النتائج لحتى زي اللحظة انه دائرة المرج اللي كان اجمالي عدد الناخبين فيها تلاتة وراتين الف سبعينة سرعة وخمسين كان حصل على اعلى الاصوات الاستاذ عيد هيكل ثم محمود الطحان ثم احمد ابراهيم شهاب وجه المتحاس في اسم المصريين الاحرار قال انه تم اعلام بشكل رسم فوز اربعة من مرشحين الحزب اللجنة العامة فريط نصر اعلنت فوز الواء حمد بخيت وتامر الشهاوي ثم دائرة الويلي محمد ابو حمد حصل على اعلى الاصوات ثم دائرة اصر النيل النتيجة انها كانت بفوز محمد المسعود مرشح حزب المصريين الاحرار ثم دائرة التبين وخمساشر مايو تم اعلان فوز المرشح عمرو الاشكر باجمالي عدد اصوات خمستاشر الف تلتمية تمانية واربعين صوت بينما انه ما في سعاد العكاش حصل على من حزب المحافظين على خمستاشر الف ماتين وانسحر صوت قريبة جدا اللجنة العامة لدائرة باب الشعرية اللي فيها الشعرية والمسكو عبدين نتاج الفرز بتاعتها قالت فوز نبيل بوليس متفوقا على طلعة القواس مرشح حزب المصريين الاحرار المسشار عبدالعيم الجندي رئيس اللجنة العامة بدائرة السيدة زينب اعلى نتاج التصويت وقال ان مرشح محمد شعبان حصل 13000 صوت في المقابل 13000 صوت وقال 50 صوت لرامي صلاح الدين اللجنة العامة المشرفة عن انتخاف الدائرة الرابعة في العاش من رمضان بالشرقية فوز محمد الزاهد مرشح الوفد على منافسه احمد الخطيم بينما لقيلة المعادي اعلنت نتائج جولة الاعادة بفوز المحامي بنغض جمال الشريف امام منافسه حسين مجاور رئيس الاتحاد دي اغلب النتائج اللي تم اعلنها بشكل رسمي من قبل اللجنة العام طيب خلصنا من موضوع بتاع رئاسة البرلمان والست سبع عقبات اللي موجودين في الاول وحياء ما كلهم يخلونا نحط ايدنا على قلبنا فيما خص شكل البرلمان قرائة المشهد بقى الحزبي في ظل النتائج اللي اتحققت من انه مصير الاحرار موجود قبل ودخل العملية السياسية قبل مستقبل وطن ثم موجود بقى حزب الوفد في المركز التالت بيخليك تشوف المشهد الحزبي عندنا عامل ازاي قصة الاحزاب جزء منها تمويل وجزء منها اختيار يعني عندنا تمويل وعندنا اختيار ومسألة مش مطبطة بتاريخ الحزب مطبطة وبدأ قدرة الحزب على الانتشار والانتشار ده برضو محتاج تمويل وانت اختيارك سليم في الدولة دي ولا اختيارك بالسليم والعملية اللي انتخبئة في الآخر برضو يعني انت ممكن تزاكب كيس أو ما تنجحش الحسابات على الأرض غير الحسابات على الأرض مختلف تماما وممكن يحصل تحالفات في آخر اللحظة والتحالفات دي تخونك وممكن يحصل خيانات موضوع الانتخابات برضو في الآخر خيانات فالموضوع مش موضوع التقييم انه مثلا الوفد هو كده أضعف اللحظة بلاقب الشرط هي مسألة مسألة انت قدرتك التمويل قد ايه تبتدي الموشح بتاعك قد ايه وانت شوى قد ايه ان الدعاية ده جزء كبير جدا والتواجد على الأرض جزء تاني واختيارك ورؤيتك للعصابات قبلية وهي دي احنا لا يمكن ان ننكر حضرتك موشح حاج ده بدليل التصويت في القرى والنجوع كان اعلى بكتير جدا من الموضوع طبعا حضرتك دعا نشوف الدايرة اللي فيها ستوفير وكاش ستوفير وكاش جيه بحقية 93000 صوت تقريب يعني واللي معدية 124000 تقريب انوش كده الدايرة مصوتين فيها تصويت رقم كبير رقم كبير يعني داخل على 30% في في ظل الاعادة كاعادة لا رقم كبير الاعادة ما بينزلش فيها العادة ده يعني دايما الاعادة بتبقى أقل لانو في غياب موشحين تانين فالعصابات والقبلية مع قصرهم الى حد ما بيحصل عملة فتور ما بيشاركوش باي بايجابية زي اللي ما بيكون ليك موشح لكن رقم كده وفي الاعادة فيها ايجابية كبيرة جدا طيب يب احنا عندنا ايجابيات كبيرة جدا ليه انو حصل تحرك شعبي مين اللي بيحرك بقى امو دي كلها العصابات القبلية والعائلات الكبيرة وتأثرها وخدمتها فانا اختياري انا كحيز بخترت واحد من عائلة كبيرة وكان الحظي هذا الامر فتم اختياره مش عشان هو تبع الحزب ولكن مش مسألة حزب في الاخر ما زلنا حتى الان التصويت شخصي وليس حزبي وخاصة في الاقاليم يمكن الكلام ده في مصر يعني في القاهرة في الموضوع العظم القاهرة او اسكندرية ممكن يتم التصويت للحزب قد يكون قد يكون بنسبة بنسبة قليلة جدا ولكن ما زال معتمد على الاعتبار الشخصي ما زالت انتخاباتك معتمد على الاعتبار الشخصي يعني قائمة حب مصر حد يعرف برنامج هي حد يعرف هي اتجاه في ناس مطارفش فيها اعضاء كمان لكن مطارفش فيها ناس بسه هناك رموز تقود قاطرة القائمة فالناس متجهة الى رموز يعني هنا معتمد على ايه الاعتبار الشخصي مش معتمد على برنامج قوي هي تقود تقود في مصر يعني انا شايف هل اتجاه لهذه القائمة انها لديها من البرنامج القوي قادر على تنفيذه فانا اتجهت اليها ولا اتجهت الى رموز محل ثقة هناك رموز محل ثقة لدى الشعب خلاص هذه رموز محل ثقة لدى الشعب اتجه هي 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 اللي كانت القوة المحركة للتصويت التصويت هو ده بعد بيحصل وخاصة في المراكز وفي الارياف واناك عصبيات وقد يكون تعصب اقليمي يعني يعني انا مثلا ايه مثلا انا من بدي مظاهر وبلد تنيه مطاري قادر القوة بتاع دا بدي مظاهر قد تقدي ابن بلدي والبلد دي اكبر من البلد دي فالبوص تلاقي موشح البلد دي اخذ اصوات اكتر ليه اخذ اصوات اكتر علشان هو من البلد نفسها تعصبت ليه بدي بلدها والبلد دي فطلع ان تصواته بغض النظر هو عنده ايه ولا بيعمل ايه فبالتالي المعيار مش المعيار الاحزاب اللي هو ده حصل على عاد اصوات وده مش يعني عاوز اقول حال ده ما يعبرش عن قيمة الحزب الحقيقية اه ما يعبرش عن قيمة الحزب الحقيقية بيقابل على تمويله وقد ايه واختياراته واختياراته العصبية العصبية واختياراته طيب اروح لحالك برضو الناحية قانونية النهاردة والاول مرة في حاجة كنا منتكلم فيها هي اللجنة العلية للانتخابات موقفها ايه تجاه التجاوزات النهاردة المستشار عمر مروان طلع واعلن انه لجنة العلية للانتخابات اكتشفت وجود مخالفات بالحسابات البنكية الخاصة بالانفاق بتاع الدعاية في اخر يوم وتأثيرها ايه على الناس اللي بتحقق معهم هل ده ممكن يؤدي لشط عدويتهم مثلا شوف المشكلة في الموضوع ده الموضوع مطفوق للاجنة العلية للانتخابات مطفوق لامرين هي اللاجنة العلية للانتخابات عملت ايه احالة الامر للنيابة العامة يعني احالة المخالفات للنيابة العامة ايه النيابة العامة حقق اي اذا ثبت مخالفة يعني ارسلي لها التحقيق بعد اثباتك للمخالفة لان المخالفة ده تشكل مخالفة جنائية فالنيابة بتحقق لاثبات الواقع تحقيق لاثبات الواقع لان لديها من الامكانيات للانتخال والمعينة لكن اللاجنة العلية الانتخابات ما عندهاش القدرات دي فبتحيل امر للنيابة النيابة وقدرتها على الاثبات قدرت تثبت المخالفة ما درش تثبت المخالفة فالموضوع ايه ضعيف طيب القانون بتاع الانتخابات عليه مخالفة نص صراحة على مخالفات للموضوع دو ولا منصش من صراحة هو نص على جزئات وسبب الامر ما ترك للجنة عن الانتخابات تاخد القرار يصل الامر الى الى حد شبه يصل الامر الى حد شبه ونك مخالفات تبطل العمال الانتخابية وفي مخالفات لا تبطل لا تصل الى ابطال العمال الانتخابية يعني مثلا بس دي تحددها في الى اللجنة العليا فقط دي في اللجنة العليا فقط تقدر هي تقيم هذه المخالفة مخالفة جسيمة يعني تسمح بان احنا نصل الى ابطال الدائرة التي حادثة فيها المخالفة ولا لا ولا شبه العضو عصد الشب العضو دي بيتم قبل الانتخابات بعد كده يبقى ابطال طيب يعني النهار ده المسألة الاسبات هنخلش بقى في مسألة الاسبات تثبت الجيمة ازاي طيب النهار ده فيه بلاغ عن انه مثلا حدث رشاوة الخبير طيب انت بسكت وقع ومسكت شخص ومسكت مال حرسته اموال بيتم تسليمها الى شخص مقابل التصويت وده بقى يتوقف عليه مين اللي حقق في دي بقى النيابة في حالة النيابة وانت قدرتك على الاسبات بقى انت وقدرتك على الاسبات الواقع هل هو مجرد بلاغ بدون دليل ولا بيتم تسواره لولاجنة الانتخابات تقيم هل دي يعني من الجسامة ما يسمع لابطال عملية الانتخابية يعني مثلا نحضر لو زبطنا واحد اخد مبلغ من المال للتصويت لصالح فلان واحد بسكته قبط العملية الانتخابية عشان شخص واحد عشان شخص واحد المسألة دي بقى ايه سلطة تقديرية مين للاجنة لكن لو لقيت مية ده بالنسبة لسقف الدعاية بالنسبة لسقف لأ بالنسبة لسقف الدعاية بقى دي برضو اثبات وصحب اثباتها قوي هم بيقولوا اكتشفنا بعض المخالفات في الحسبات البنكية الخاصة مخالفات الحسبات البنكية ازاي بقى اول حاجة اول حاجة المفروض ان انا اوضع فلوس في الحسب البنكي واصف منه على الانتخابات اوضع فلوس هتلاقي موشعين كتير اوي ما اوضعوش فلوس في الانتخابات في الاساب ده يعني لازم اصرف من نفس الاساب هتلاقي كله ما وضعش فلوس وما صرفش منه فاتحهم استفاءة للشكل المطلوب او الاستفاءة الواقع المطلوبة للترشيح وما استخدموش طب هنا المسألة مفيش عقوبات مفيش معايير مفيش عقوبات منصوصة عليها في حالة النجاح في حالة النجاح يحدث ايه اذا حدث مخالف الاساب مخالفات الاساب دي ماشي ازاي انا ما حطتش مليون وصرفت مليون مش هتلاقي كده لان المرشحين برضو في حد ذاته رغم انه مسألة الانفاق النصف مليون المعمولة دي مسألة دي مسألة ضعيفة جد يعني كما بلخنا مثلا في القاهرة اذا كان اعلان الواحد ب150 الف جليل في الشهر اعلان الواحد على كبه 6 اكتوبر 150 الف جليل في الشهر يعني ما انا كده بحط مواد بندحك بيها على نفسنا مش هتدار بقوله حضارك عشان كده بقوله الحزب ده اقوى وده مش اقوى ده اقوى في ايه والتمويل قدرت تحط كام ده اعلان على في اماكن حيوية جدا وقدرت ما تحطتش غير اعلان واحد هو الدعاية اللي هي القايمة بتاع تحضر مصر زيها زي القايمة بتاعة تهني الجبالي خلص طب ايه الفرق بقى تمويل الفرق هنا تمويل عشان كده بقوله حضارك ايه معيوم النجاح ايه ايه معيوم القوة ايه الفلوس والاختيار بالزبط والاختيار المبني مش على اساس شخصي ولكن على اساس العيلة هنا برضو الجرائم المرتكبة هل جرائم من الجزء تسمح لان اللجنة العلونة الانتخابات تقول لا ده باطل ولا ما تسمحش هو ده بقى سلطة تقدرية اللي اللجنة العلونة الانتخابات لا والقدراء والقدر على الاسبات يعني في حالات كتيرة صعبة اثباتها طب مين اللي هيجي تقدر يمسك الاتنين مثلا مين هيجي المطلق المال والراشي يعني الراشي والمرتشي هتزبطهم ازاي مع بعض كده عارف انت حضرتك لو مثلا اعطيت مثلا اعفاء من العقاب مثلا او مكافأة للمرتشي ان لو اخر فلوس يقدر يبلغ وما يتعاقبش في الموضوع ده هتلاقي ممكن تلاقي حد ييجي يقولك ايوه ده فلان الموشح فلاني اعطاني فلوس عشان اعمل كذا انا قدام مواد ديكورية الى حد كبير جدا بالزبط دي المشكلة الواقعية وبالتاني انا مش شايف انها مش هنلاقي المخالفة الكبيرة اللي مزبوط على ثبوت اليقين اللي ممكن تبطل دايرة اللي تبطل تبطل دايرة طيب في لجنة او دايرة اشمون مونوفية العبيد محي محمود محي الدين في المركز الاول و بعدين صابر احمد عبد الاوي واحنا بنقول النتايج كده بيتدعى برضو لزهني انه الفترة اللي فاتت كلها شهدت حالة من اليقين والتوقعات والتنبؤات عند الناس بان هذا البرلمان عمره قصير ازاي الناس تتكلم على انه برلمان عمره قصير قبل ان ينعقد اصلا هقول لك حاجة هي المشكلة في ايه ان في عناصر داخلت البرلمان الشعب مش بتخيل انه في البللمان من الي انت بتحبها او بالبتكاه يعني انا مثلا مش بتخيل مسلا حضرتك شكلك يعني أنا متخيلك في الإعلام ومقدم إبنامك ممكن ما تخيلك شوفت في برمان شايف إن أنا ونت بسا في المقارنة دي صعبة قوي عشان عارف رعا فين لا 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 أقصد فعلا بالعكس لا لا أحب أتمنى أنك مقصد تقصد أتمنى لا أمانا لا يعني بالعكس لكن أحد الفكة في إيه يعني مثلا شخص قالوا أنه مثلا من يعني من الناس بطاق السحر والشعواز أو فاك أنه ينجح طب ده إيه ده هيقدم إيه ده عشان يبقى عندنا أرقاب نائب العفريات مثلا يعني لا أقصد شخص بعيني تمام أنت كلا عن النمازج النمازج الشعب شايف أنه هناك نمازج نمازج لا تصلح لا تصلح للعمل البرلماني فبالتالي شايف أنه هو إيه ده طب ده يعني منتظر منه يعني هيقد إيه ناس يعني شايف أنه هم همش خبرة برلمانية طب ده شكله جوه يعني شكل داخل البرلمان هيقدم إيه النهاردة دول الناس دي كلها لو مسكت الموازنة لعمل دولا هتقرها إزاي ودلي كانت مشكلة هقولها حاجة حاجة برلماني 2012 قال برلماني الإخوان اللي حصل إيه إنه لو ما جاتي توزعت الموازنة عامل الدولة ما فيوش إروها الله ما فيوش إروها فالبرلمان عامل إيه ابتدى يدي القرصات وضوات تدريبية على قراءة الموازنة عامل الدولة وإحنا عندنا وعد في البلد دلوقتي يستحمل قرصات وتدريبات بل بقوله حضر لك إيه دي بقى المشكلة إنت عاشريني أنت بتقولي ليه الشعب واخد اللي أنتو بعده الشعب ليه واخد اللي أنتو بعده فإنت النهار دا حالك لو توزعت أول مدخل وكده الموازنة عامل الدولة جهزة دلوقتي وحتموززعة على البلد المنين إيه بقى شكل منقشة مش هتلاقي حد يتناقش ليه لأنه مش عافي قراءة وبالتالي وبالتالي بقولك ده أعز أقوله حالك حاجة ما تفتكرش إن المسألة دي مستبعدة مثلا للي تلاقي الموازنة عامل الدولة كلهم 30 ربعين واحد اللي جواه برلمان والباقي كله محتاج محتاج دورة تدريبية وده اللي عملوه في برلمان الإخوان قعدوا دورة تدريبية شهر واخروا المناقشة بتاعت الموازنة عامل الدولة شهر علشان يدي دورة تدريبية للعضاء علشان طير الموازنة